جماعة النهاردة هكمل اجمد جدار عملته في حياتي هيبقى جامد او بجد واول حاجة جبت رش يسود علشان اعمل حتات الغمقه ورش زرق وبيض علشان اعمل حاجات الاساسية قبل ما ابدأ في التفاصيل وعملت كل الحتات النقصة وبدأت عمل في التفاصيل وده اكتر جدار استخدمت معاه كل حاجة تقريبا عشان اطلعه زي الدزاين بس هيطلع جامد المهمة عدت اعمل الضل والتفاصيل الغمقه بس انسجمت شوية وده استجامد وعادت اصلح في الغلطة ده كملت بقى الجدار وروح تعمل بلدة التالوان عشان ارسم التفاصيل وجربتها كانت عموها جامد وبدأت الاول بالمسك اللي الراجل لابسه والجدارية دي لشركة اس تي اس اللي كنت عملهم جدار قبل كده والصورة اللي انا برسمها دي حقيقية عندهم وده الهوك الصناعي اللي بيصنعوه وبيستخدموه كبديل للطعم في الصيد المهمة عملت لونسود علشان ابدأ رسم وعملت عين السمكة والهوك ورسمت الخطوط الاساسية علشان الرسمة تبدأ اتبان وبعدين كتبت الاسلوجن بتاعهم وعملت لون اصفر علشان اكتب اسم الهوك كملت بقى الخطوط والرسمة بدأت تبان شوية وخطبت الكلمة بعد ما نشفت باللسود وده كده النتيجة بقى لي 3 سنين بعمل في الجدار ده فعايز اعرف رعيكم بجد وفولوا لايك لعجبك الفيديو